متابعيني الكرام أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من قناتكم القناة الطبية المتنوعة معاكم الدكتورة إيريني أبادير أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان والنهاردة هكلمكم عن ترميم أو إصلاح الأسنان الأمامية المكسورة ناس كتير خاصة في مرحلة الشباب والمراهقة مع اللعب مع النطم المرتفعات يعني رياضات عنيفة حوادث أياً كان السبب السنة أو الأسنان الأمامية فيهم كسور ده بيسبب طبعاً ديء وإحراج للشخص وبيبقى عايز يرممها أو يصلحها في أسرع وقت خاصة لو الأسنان هي الأسنان الدايمة في حل من ثلاث حلول أولاً قبل ما نتطرق للحلول الثلاثة ومميزات وعيوب كل واحد عايزين نقول أن لازم الطبيب وهو بيفحص السنة اللي اتكسرت لازم يتأكد كويس قوي أن العصب ما تأثرش لأن السنة لما بتتكسر ممكن جزء من الإنامل أو جزء من المينة هو اللي بيقع بيتعود جزء من الدنتين أو العاج هو اللي بيتكسر وبيقع وبيتعود لكن للأسف في بعض الكسور بتبقى شديدة شوية وبتبقى وصلة للعصب والسنة يبقى فيه نقطة دم حمرة من جوة معنى كده أن العصب اتكشف والعصب تأثر يبقى في الحالة دي هنحتاج علاج عصب للسنة اللي اتكسرت قبل ما نتطرق للحلول الثلاثة الموجودة وغالبا لو معمول لها عصب يبقى غالبا هتتغطى بتربوش كامل ومش هينفع لها الحلين التانين لأن السنة طبعا بعد علاج العصب بتبقى هش جدا وبتفقد الميا اللي فيها وبتفقد الأعصاب والتغذية وبتبقى محتاجة تربوش كامل أو كراون يحافظ عليها وبكده نبقى علاجنا السنة عصب وعوضنا الشكل الجمالي كمان أحيانا تبقى السنة مش مكسورة كسر كبير ولكن من الصدمة العصب تأثر والعصب بدأ يلتهب ويتعفن بعد كده فلازم الطبيب بيعمل اختبار حساسية للأسنان يشوف السنة دي هل ميتة هل لسه بتحس بالسائع والسخن والعصب كويس ولا لا لو برضو السنة حصل التهاب شديد في العصب أو مشكلة إن السنة دخلت فيه موت في العصب أو تعفن العصب بالتالي برضو هنمشي بنفس الطريقة إن إحنا هنعمل لها علاج عصب وهنغطيها بتربوش كامل طيب لو السنة ديت اتكسر منها جزء ولكن العصب لم يتأثر يبقى قدامنا حل من ثلاثة أول حل إن إحنا بنعمل لها حشو تجميلي أمامي بالكمبوزيت اللي هو الحشو الأبيض اللي مجازا تسميه خاطئة بنسميه حشو الليزر ولكن هو مش ليزر ولا حاجة هو حشو أبيض تجميلي كومبوزيت رازن بينشف بالضوء الأزرق عشان كده الضوء الأزرق الناس كتير تفتكر إنه هو ليزر بيتم ترميم الدرس وبنختار الشيد الصح أو بنختار اللون الصح اللي هنستخدمه فيه الحشوة وبيتم ترميم وبناء السنة وبيتم تلمعها وتنعمها ويبقى كده أدي أول حل طب إيه مميزاته؟ مميزاته طبعا إنه سهل وسريع ومش محتاج معمل وممكن في جلسة واحدة يتعمل مش غالي طبعا قوي بالنسبة للحلول التانية ولكن عيوبه للأسف إن السنة ديت بيبقى فيها نقطة ضعف ما ينفعش طبعا إن إحنا نقتم بها حاجة جمدة الحشوات غالبا في الأسنان الأمامية للأسف بتقع بطريقة متكررة يعني بيبقى لازم تبقى الكواليتي بتاعة الحشوة عالية جدا والطبيب ماهر جدا عشان الحشوة ما تقعش ولكن في أغلب الأحيان للأسف الحشوة بعد شهر 2 تقع بعد أسبوع 2 تقع بعد سنة تقع أيا كان المدة فهي بنحتاج نعملها كل فترة طيب الحل التاني إن إحنا بنعمل لها فينييرز حاجة اسمها فينييرز أو حاجة شبه ابتسامة هوليود ولكن بتتعمل لسنة واحدة اللي هي الطبقة الخزافية للسنة ما بنبردش السنة كلها بنبرد بس الوجهة بتاعة السنة وبناخد مقاسات وبيتم إرسال المقاسات للمعمل وبترجع يعني زي طبقة خزافية أو طبقة بورسلين بتتلزق على وجهة السنة وبتعوض الجزء المفقود ولكن بتغطي كل وجهة السنة بالكامل بتعوض المكسور واللي مش مكسور بيتبرد وبتغطي بتبقى طبقة بيسموها عدسات الأسنان وهي تسمية أنا برضو مش بحبها ولكن هي دي الدارج في السوق إن هي اسمها عدسات الأسنان طبعاً دي بتبقى مكلفة أكتر ولكن بتبقى ثابتة أكتر من الحشو لونها ما بيتغيرشي ديورابل أكتر لأن هي بورسلين يعني ليها مميزات كتير ولكن ليها عيوب طبعاً إن أنا مش بعوض الجزء المفقود بس ولكن بضطر أبرد وجهة السنة بالكامل بتتبرد تاني حاجة إن هي طبعاً تكلفتها أعلى من الكمبوزيت ريزن أو من الحشو التجميلي كمان لو وقعت بيبقى في حساسية في الأسنان لأن طبعاً تم برض طبقة المينة بيبقى فيه ممكن كل فترة لازم أعمل عليها تشيك أب أو فحص دوري لعدم دوابان اللزء اللي ملزوء بيه علشان ما تصربش سوائل أو تسبب حساسية للسنة اللي متغطية أو تساوس بالنسبة للحل الثالث هو إن السنة تضغطة بالكامل بكراون أو تلبيسة أو تربوش أو كورون الحل ده أنا برجحه أكتر لما تكون السنة معمول لها علاج عصب إيه اللي خليني أبرد سنة بالكامل في كل الأسطح بتاعتها وأثرها كمان علشان أركب عليها كراون أو تربوش الموضوع ده أنا أرجحه أكتر لو سنة معمول لها علاج عصب أو لو الكسر وصل للعصب فبالتالي كده كده محتاجة إن هي تضغطة لأن زي ما قلت السنة بعد علاج العصب بتبقى هش ومحتاجة كده كده تغطية المميزات طبعا إنه بيبقى ثابت يعني السنة بتتبرد وبيتاخد مقاستها وبتروح المعمل وبترجع أيا كان نوع الكراون أنواع الكراونز كتيرة إما كراون بورسلين إما إيماكس إما الكراونز الجديدة إما يكون طربوش فوري معمول بالكاد كام تكنيك السارك تكنيك بالكاد كاميرا في ناس برضو بتسلموا فوري يعني فيه أنواع كتير من الترابيش اتكلمت عنها قبل كده أيا كان نوع التربوش هو طبعا هيبقى ثابت أكتر من الحشوة ومن الطبقة الخزافية الفينيرز اللي اتكلمت عنها هيحمي السنة لو معمولة علاج عصب سعره طبعا بيختلف حسب نوع التربوش سواء بورسلين سواء زيركونيام سواء إيماكس سواء السيرك بيختلف الأسعار وبتبقى متفوتة ولكن عيوبه طبعا أني هبرض السنة كلها دايرا ما يدور وهأثر من طولها لو هي سنة عصبها كويس يعني أنصح بالحلول الأولانية هتكون أفضل دي تقريبا كانت الثلاث حلول للسنة أو الأسنان الأمامية المقصورة لترممها وإعادة شكلها الجمالي أتمنى تكونوا استفدتم من الحلقة النهاردة لو استفدتم حقيقي بستقبل استشاراتكم واستفساراتكم الطبية في صندوق التعليقات بتنسوش الإعجاب بالفيديو واللايك للفيديو ومشاركته مع الآخرين مش هطول عليكم بتمنى لكم دايما دوام الصحة والعافية وشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر